صباح الخير مرة ثانية شفنا في تقرير أيمن الحمود حول الافتتاح الجديد لمركز هيئة الثقافي وأيضا التوسعة الجديدة أنا بدي أبدأ مع ديالة الخمرة حضرتك مدير عام مركز هيئة الثقافي بدي أحكي عن قصة مركز هيئة الثقافي من البدايات نقول أنها مثلا هي كانت هدية في عام 76 من شه إيران إلى جلالة الملك وأعتقد كان في عيد ميلاده زي ما خبرتيني وكانت هي في الحقيقة هدية لأطفال الأردن أنا بتذكر في بدايات في التمرينات لما كنا نيجي حتى من الزرع يقولون لنا رحلة مدرسية على مركز هيئة الثقافي يعني نطير نطير فوق الغيم في ناس يمكن بتخاف من التجديد في ناس كتير متعلقة في الإشي القديم الجميل هاي التوسعة وين حطتنا لغة القديم ولا أعطت إشي جديد شو رأيك؟ يعني التوسعة ربطت الماضي بالمستقبل كانت رغبة سمو الأميرة أنه يتم المحافظة على المبنى الأصلي اللي بلش كان بالسبعينات والتجديد يكون ترميم للمبنى وتوسع على المركز بشكل عام من التقرير شفته في مباني جديدة وتوسعة كبيرة فكان التركيز المحافظة على الماضي لكن توسع حتى نقدر نقدم أكثر للأطفال إذا ننتقل مدير قسم التعليم صحاب الفريجات يمكن بنسمع منك أكثر عن طرق التعليم يمكن الجديدة اللي رح تعتمدوها بمركز هيا الثقافي لأنه بنعرف يمكن طريقة التعليم تغيرت زي ما الحياة كلها تغيرت أكيد طبعا المركز كان هدفه الرئيسي من أسباب تجديد المركز هي إضافة البرامج وإضافة التكنولوجيا وإضافة التطور العلمي اللي الأطفال هالي عم بتعرضوا له يعني إذا أنتوا بتشوفوا الأطفال هالي قلتوا وجوهم نحو التكنولوجيا فإحنا بمركز هيا بدنا نحاول أنه نطور الأطفال بالتكنولوجيا ونحافظ على الثقافة والعراقة القديمة يعني بدنا نربط زي ما قالك الستديالة أنه نربط الماضي بالمستقبل نحافظ على العراقة والثقافة القديمة ونواكب العصر في التكنولوجيا والتقدم اللي هالي أطفال نعم بتعرضوا له فأحد أسباب التطورة من المرافق اللي زادت بالمركز مثل الملتي ميديا ومثل الدراما بتكنولوجيا حديثة نعم أنا بتذكر مبنى كان مهم ويميز مركز هيا الثقافي وكأنه هوية كانت القب القب الفلكية القب الفلكية وكنا نشوف يقعدونا في شبه مصرح صغير وبعدين نشوف في النجوم القب موجودة هل تم عليها تغيير وبحب أسمع منك كمان عن تفاصيل التوسعة الجديدة شو اللي بيميز مركز هيا الثقافي ليش مركز هيا الثقافي الآن يعني إذا حكينا في خارطة موجودة في المنطقة الشرق أوسطية أو حتى العربية مركز هيا الثقافي أصبح يعني اسم مهم لتعليم الأطفال عبر التسلية وأيضا اللعب هلأ مركز هيا لما تأسس بال76 كانت الرؤية من يعني لتأسيسه كانت واسعة ومستقبلية بدي أحكي يعني إحنا اليوم لما كنا عم نفكر بالبرامج اللي بنا نعملها هي امتداد للبرامج اللي كانت بالسابق بالسابق كان في دراما كان في مسرح كان في موسيقى كان في حركة ورقص وألعاب فاليوم سيارات بتذكر وسيارات وكل هاي الأشياء فهاي الأمور كلها يعتلساتها موجودة لكن بشكل موسع أكتر القبة الفلكية كانت جزء مهم من الماضي ولكن هاليوم بشكل جديد فيها قابلية أن نقدر نعرض أفلام تعليمية بالإضافة للبرامج اللي كنا نعرضها عن القبة عن النجوم وعن الكواكب اللي بيميز المركز الجديد هو أنه بسمح للتخصص السابق كان المركز بحجم الأصغر نمر على البرامج بالمتعددة بشكل سريع أو لمح موجودة لكن هلأ في مجال أنه يصير في تخصص بالفنون الحركية بالفنون الأدائية بالموسيقى بالبرامج العديدة واللي بسمح للطفل أنه يختار يعني مش كل طفل عنده اهتمام بالدراما فكان قبل يعني إذا كان هذا اليوم معظم التركيز على برامج الدراما هذا الطفل ما يكون عنده إشيء كثير يهمه أنه يشارك فيه لكن اليوم في حرية الاختيار واللي بيفضل للطفل أنه يركز عليه إحنا بيكون متوفر عندنا بالمركز المناسبة خلينا نذكر كل اللي عم بتابعونا بسؤال الحلقة لليوم إحنا عنا سؤال أسبوعي ومن خلاله بيتواصلوا معانا الناس وبيجاوبوا عن طريق الابليكيشن الخاصة برؤية فالسؤال كان عم بيقول إنه إذا عندك ابن أو بنت اكتشفت عندهم موهب معينة هل بتدعموا إنه ينمي هالموهب على حساب دراسته ولو كانت خلينا نقول يعني إشي ميوزك إشي فن نرسم بدنا نسمع يعني إجاباتهم بنهاية الحلقة إذا بدي أرجع لست سحاب يمكن قدي اليوم بتحس مهم إنه مركز هيا الثقافي يقدر يتميز بأقسامه التعليمية المختلفة لأنه زي ما صرنا نلاحظ إنه إذا نحكي بالمدارس وإذا نحدد المدارس الخاصة عندهم صار كتير يعني وسائل تعليمية خلينا نقول مبتكرة التعليم بطل يمكن في قالب تقليدي اليوم مركز هيا كيف بده يقدر ينافس من خلال خلال نقول أرى أصلي منافسة حلوة مش منافسة في المعنى السلبي ينافس ويقدر أنه يستقطب أكبر عدد من الأطفال لهون فعليا إحنا ما من نفس إحنا من نكمل يعني إحنا مكملين للمدارس بغض النظر كانت مدارس خاصة أو حكومية برامج مركز هيا مكملة للمناهج المدرسية هم بيعطوا الجانب التعليمي وإحنا منعطي الجانب الداعم للتعليم من خلال النشاطات هلأ الأطفال بالمدارس بتعرضوا للمعلومة كمعلومة مباشرة من المعلمين بس إحنا هون نعطيهم هيا بطريقة مختلفة وبندعم فيها مناهج المدرسية وأكبر مثال على ذلك القبة الفلكية يعني لما هم بيأخذوا بالمدرسة عن بالجغرافية عن الفلك عن العلوم بيجوا إنا بشوفوا على أرض الواقع بيشوفوا حركة الكواكب بيشوفوا كيف بتصير بسنة فصول الأربعة كيف بتصير الكسوف والخسوف فوظيفة مركزها هي تكملت البرامج المدرسية بالإضافة للإبداعات يعني بالمدارس في دراما في فنون بس هل هي متخصصة مش في كل المدارس بالزبط بالزبط وما بتكون متخصصة إنها فعلا تطلع ناس ما وهو بين 100% بالدراما مثلا أو بالفنون الأدائية هون بيجي مركزها هي بيكمل هاي النشاطات وبيطور المهارات أكتر عند الأطفال نعم أنا بدي أروح لديالا أسألك هذا على صعيد المجموعات المجموعات المدرسية إن كان خاصة أو حكومية مضبوط بيتم التنسيق الزيارات كالعادة ضمن أوقات ضمن حجوزات مسبقة إن كان للقطاع الخاص أو القطاع الأهلي أو حتى القطاع الحكومي بالنسبة للمدارس ورياض الأطفال ولكن بالنسبة للأفراد في عندكم برامج للأفراد أنا مثلا حابب أجيب بنتي كيف بيتم التنسيق؟ هل المركز بفتح أبوابه لفقط المدارس والمؤسسات الجمعيات؟ أم حتى الأفراد ممكن أنهم يجوا في أي وقت؟ لا طبعا الأفراد بقدروا يجوا بأي وقت نحن الافتتاح الرسمي للمركز رح يبدأ بشهر واحد يعني إحنا هاي فترة تمهيدية soft opening soft opening مبسطين لنا جزء من هال soft opening يعني كنا من أوقف نواعي الناس اللي زاروا مركزها ويعني حتى نكمل بنفس الروح أنه نحافظ على الماضي ونربط للمستقبل الافتتاح التمهيدي إحنا داعينا الأعضاء السابقين وأطفالهم وأحفادهم بشهر عشرة وكانوا هن أول الأطفال اللي شاركوا هلأ بيشتركوا بعضوية مركزها يا ثقافي عاملين معاهم برنامج رح نحكي عنه شوي لقدام لكن ابتداء من شهر واحد إحنا رح نفتح باب التسجيل أو يعني هلأ فاتحين باب التسجيل للعضوية اللي بتبدأ بشهر واحد بالعضوية السنوية أو بالدورات المتخصصة اللي بيقدمها المركز نعم سمحيلي سوريا بعد إذنك حابب أطلب من الصبايا إذا فيه إمكاني يجيبوه لنا في صورة شفتها للفنان نبيل صوالحة أيام ما كان عنده شعر يمكن في أواخر السبعين مع الافتتاح بدنا نوجده تحيط أول مدير عام أول مدير عام لمركزها الثقافي هاينا كركبنا الصبايا إذا بيجيبوه لنا الصورة شغلتها بسيطة أنا شوفتها في الكريدة شانتعرف صوالحة فنانين ومثقفين وشألال إحنا هاي كمان مبيوع الحلقة هاي كمان مبيوع الحلقة الله أكبر طبعا أستاذ نبيل صوالحة مهمة كتير وأنا كطفلة كعضو صادق بالمركز بتذكره لما كان بمرحلة التأسيس وكان يعلمنا نحن دراما وكان دايما جزء مهم من نشاطات المركز فمواجه له تحية هو لساته مستمر بدعم المركز هو عضو مجلس أمناء حاليا بمركزها الثقافي واللي بيقدم التوجيه الاستراتيجي للإدارة بشكل عام للمركز خلق بانتظار الصورة ما رح أبعد كتير عن الموضوع بدي أسأل سحاب إذا رح تكون البرامج صباحية ولا مسائية لكل الأشخاص المهتمين صباحية ومسائية ومسائية هي لزيارة المدارس مستقطب الأطفال من المدارس الخاصة والحكومية وبحب أن نوه كمان أنه إحنا مش مختصين بس بمنطقة عمان يعني إحنا من زياراتنا الصباحية أيضا المحافظات في المملكة هذا كثير مهم فالحلم اللي كان عند جلالة الملكة اللي يرحمها أنه الثقافة والتعليم توصل لكل أطفال المملكة المملكة الأردنية لهاشمية فكان جزء من الزيارات الصباحية في المحافظات في لنا مكتبة متنقلة سحاب أنت بتحكي سوري على المقاطعة أنت بتحكي على جلالة الملكة عالية عالية نعم بالتوضيح نعم انطلقت هاي بتنطلق المكتبة المتنقلة صباحية إذا وصلوا الصور بخدوه يلا آه سحاب إحنا معك من جزء من البرامج الصباحية زي ما حكينا هو زيارة المدارس الحكومية فالمكتبة المتنقلة بتجوب أنحاء المملكة بتزور جميع المحافظات بأوقات معينة صباحية من الساعة تسعة لغاية الساعة تناش ونص هاي جلالة الملكة حسين مع سمول أميرة حياوز سمول أميرة حياوز في حفل افتتاح في كمان هون صور فعد هون عمالي بشوف كمان صورة للمرحومة جلالة الملكة عالية عالية وأيضا فرح ديبة بالنص سوري فرح ديبة فرح ديبة وكمان الفنان نبيل صوالحة طبعا الملكة فرح زوجة الشاه شاه ايه جوهة زوجة الشاه إيران ونبيل صوالحة أول مدير للمركز وهنا كمان في عندنا كمان الأستاذ نبيل صوالحة احنا شايفينه بالأبيض والأسود كمان في هدايا يمكن عم تتوزع على الوصفة سمو الأميرة هيا كمان نعم سمو الأميرة هيا نعم ذكريات عديدة يعني يعني بتظل ذكرة حلوة في عمان مية والمية احنا جدا سعدنا بوجودكم معانا وثانكيو على استضافتكم لإلنا بمركز أهلا وسهلا فيكم أي وقت وأنا زي ما قلت أحكي تحت الهوى أنه اليوم عن جد عن جد يمكن كل الأشخاص بتذكروا أنه مركز هيا الثقافي دائما فيه طاقة إيجابية واليوم من أول ما وصلنا يعني أنا وفؤاد وكل فريق العمل مبسوطين فيه positive energy بالأجواب فهنا نشكركم عن جد ثانكيو باري مواج اللي بنا نحكيه أنه معلش معكم الوقت لا يمل وحبين نحكي أكتر ولكن وقت البرنامج مقابلاتنا دائما سريعة صباحية نشكر إطلالتكم الصباحية شرفتونا في حلوة يا دنيا واليوم إحنا كمان سعداء يعني بحضورنا عندكم تمنى لكم كل التوفيق والنجاح وإن شاء الله رؤية دائما ماشي معاكم في إنجازاتكم اللي بتخدم الأطفال في مجتمعنا الأردن شكرا لكم اسمحونا نتوقف أيضا مع فاصل ومكملين حلوة يا دنيا كزها يا ثقافي